بعد المتا يوم مش نمشيوا للمقترحة متاعنا لليوم وقترحنا كتاب أي نعم كتاب والحقيقة جلبني برشا خاطر فيه معاني مزيينة ومهم للناس اللي هكا مغرومة بالمطالعة تطلع عليه الكتاب كتبته ممرضة أسترالية والعنوان متاعه أكثر خمسة أشياء نندم عليها عند الممات الحقيقة التجربة متاع الممرضة هذية خليتها تسئل عديد الأسألة للناس اللي الكبار في العمر قبل الوفاة امتاحهم على أبرز الأشياء اللي ندموا على فعلها ولا على عدم فعلها قبل ما يتوفيه ولا شنو من الحاجات اللي يتمنيوا يعملوها إذا كان يرجعوا السن الشباب في الملخصة متاع الكتاب هذية تقريبا أجمعوا أغلبهم على خمسة أشياء فما لي قال تمنيت أنه تكون عندي الشجاعة باش نعيش الروحي وإلا ما نعيشش الحياة اللي يحبوها العباد مني برشا فيهم عبروا على الندم متاعهم على إرضاء الناس الأخرين كما رؤسائهم في العمل وإلا الظهور بمظهر يرضي المجتمع ولا أنه يعيشوا فقط على خاطر الناس اللي ديرين بهم ثاني الحاجات يقولوا أنهم تمنيوا لو خصوا أكثر وقت لعائلاتهم وأصدقائهم بدل إضاعة العمر الكل في روتين اللي عمل المجهد وأكيد أصدقائي وإحنا قاعدين نسمعوا في الملخص متاع الكتاب هذية تقريبا هذية ما قاعدين نعيشوا فيه أحنا توا ممكن سنوات القديم نقاور وإحنا نندمو عليه فمهم جدا مراجعة أنفسنا من توا ثلث حاجة يقولوا أنه كانوا يتمنوا أنه تكون عندهم الشجاعة باش يعبروا على مشاعرهم بصراحة ووضوح برشا فيهم كتبوا مشاعرهم العديد الأسباب من بينها أنهم يحبوا يتجنبوا الصدام مع الناس الأخرين وإلا يضحيوا من أجل الناس لقرب لهم ربع حاجة برشا قالوا أنه تمنينا نقعدوا على اتصال مع أصدقائنا القديمة وتجديد صدقاتنا معهم يقولوا أنه الأصدقاء القديمة يختلفوا على بقية الأصدقاء نحسوا معهم بالسعادة ونسترجعوا معهم ذكريات الطفولة لكن مرحلة الخدمة بناء العائلة تخلينا نفقدوهم وساعات نسمعوا بوفيتهم فجأة وآخر حاجة لتنجموا تطلعوا عليها في الكتاب هذية برشا قالوا تمنينا أنه نفهموا معنى الحقيقي للسعادة برشا فينا يفيقوا أنه السعادة حالة ذهنية ما عندها حتى علاقة بالفلوس المنصب الشهرة السعادة هي اختيار ممكن نصلوله بجهد أقل وتكلفة أبسط لكن قالوا قعدنا متمسكين بالأفكار التقليدية حول تحقيق السعادة هذية تقريبا ملخص لكتاب هذية وتنجموا تطلعوا عليه وتنجموا تقرأوا النسخة العربية متاعوا أكثر خمس أشياء تندم عليها عند الممات مثال نجموا نعملوا مراجعات في أي وقت من أوقات أحياتنا ونجموا الحاجات هذو ما ندركوهم من توا وهذا المقترح متاعنا لليوم ستة وثمانية وثلاثين دقيقة الوقت قدوش يجري معكم يا جماعة نسلم على كل الناس اللي يتوكلوا عربي نطلقوا للخدمة طريقة سليمة لكم الكل ربي وصلكم سالمين غانوين لليدستيناسيان أمتاعكم نسمو موزيك نرجم لكم باق دوشوية متى باق دوش